قبل ما نبدأ في هذا الفيديو صلوا معي على النبي واذكروا الله اليوم موضوعنا رح يكون عن حل مشكلة التطبيق ليس مثبتا في اجهزة الاندرويد يعني وقت منجي لنثبت اي تطبيق او لعبة بنلاحظ انه اعطانا انه التطبيق ليس مثبتا طبعا حل المشكلة سهل وبسيط جدا جدا وبدون استخدام اي برنامج اتمنى ان تبقوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد طبعا لحتى نقوم بحل مشكلة التطبيق ليس مثبت ان عدة خطوات بسيطة رح نقوم فيها ولكن قبل ان اشرح هزه الخطوات اتمنى ان تدعم قناتي هي لتصل الى المئة الف مشترك نعم انا هدفي الان هو الوصول الى المئة الف مشترك لهيك اخي بتمنى انك تكون انت من بين الاشخاص الذين ساعدوني للوصول الى المئة الف مشترك والى المليون مشترك لاحقا ان شاء الله طبعا اول خطوة نحنا رح نقوم فيها لحل هذه المشكلة رح نبحث ضمن التطبيقات في هاتفنا اذا كان هذا التطبيق يوجد نسخة قديمة منه يعني مثلا انا عم نزل التليجرام رح ابحث هون عن تطبيق التليجرام اذا وجدته او وجدت نسخة مشابهة الى او غير اصدار رح قوم بحزفها هاي الخطوة الاولى طيب اذا ما لقنا اا يعني وما عن حلة المشكلة رح نقوم تاني شيء بالتوجه الى الملفات او ملفاتي في اجهزة الاندرويد ورح نقوم بعدها بالدخول الى وحدة التخزين الداخلية او الى بطاقة الاس دي يعني المكان يلي مخزن عليه تطبيق التليجرام رح ابحث عنه هذا تطبيق التليجرام المجلد هذا لازم نقوم بحزفه بنحزفه وبنعاود التجريب يعني اذا حزفناه ورجعنا نسبتنا التطبيق واعطانا مشكلة التطبيق ليس مثبتا فبيبقى عندنا حل واحد هو انه نزل التطبيق من خلال متجر جوجل بلاي يعني نحزف المسخة الموجودة عنا ونعاود تنزيله من متجر جوجل بلاي واكيد رح تنحل المشكلة لانه بتكون المسخة اللي عندنا فيه الهاتف غير متوافقة اتمنى ان يكون افادكم هذا الشرح